النهاردة حبيبي اعمل مع بعض الصابون الصبار وحنستخدم فيه بديل الصودة الكوية يعني اعمل الصابون صلب جميل جدا وده كده حبيبي شكله وحنجرب لكم الرغوة بتاعته وفيه حاجة حابة لانا اقولها في بداية الفيديو طبعا في الوصفة حدبها لكم بخطوة بخطوة بس معادة مكون واحد انا مش هقول ايه هو طبعا اللي هتعرف معي ايه هو البكون ده سيكون بطل معنا النهاردة تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبيبي في الله معكم حنال الوراكي النهاردة بقى ايه هدامل مع بعض صابون الصبار ببديل الصودة الكوية صابون رهيب فعلا يعني استخدمه للبشرة فعلا رهيب جدا يعني خالي من الصودة الكوية خالص يعني فتعالوا بنا الاول نصلي كده على رسول الله علي فضل الصلاة والسلام ونشوف بقى نعمل ايه طبعا انتو زي ما شفتو اه طبعا انا قطعت الكاب ورقة كده من الصبار هنستخدم مية جرام كده يعني يعني نص كباية نص كباية كده من جل الصبر وهنستخدم ثلاث معالق كبار من السكر وهنستخدم يعني نص كباية كده يعني مية جرام كده من زيت الزيتون وهنستخدم طبعا ايه اه معالقة الصغيرة بقى اللي في العلبة دي هي دين بكاول اللي انا بش هقوله طبعا انتو بقى ايه شوف بقى مين بقى بقى البطل الباردة اللي هيعرف وهنستخدم مية مية يعني على حسب القوام ايه معايا يعني هنستخدم الاول مية ميلي كده من المية ونشوف المية بقى ايه هنشوف هنضيفها واحدة واحدة يعني فهنشوف ايه مع بعض انا دلوقتي اول حاجة بسلت اوراق الصبار كويس على بعد بقطعتها كده بالصبار بالشجرة الصبار وخدتها على الحضغة يصلتها كويس عشان ادازل مادة الصفرة اللي بتبقى فيها طبعا المادة الصفرة ديه تبقى لزب ان انت تتخلصي بالده وتخسيلي اوراق الصبار كويس عشان ما تسبب ليش حساسية على الجلد بعد كده بحطها في برطمان وبحط فيها مية زي ما شوفنا كده كنت بوقفها في مية علشان كل شوية كنت بقى كوب المية ديت عشان اتخلص من المادة الصفرة خالص بعد كده خدت كده جل الصبار كده بنفس الطريقة اللي انتو شوفتوه وحطه بقى في الكبه بقى ثلاث معالق كده من السكر وحضربهم ايه كويس لحد ما يبقى يتحول ايه لسائل كده ايه بقى ومعي بقى صابونة الجلسلين صابونة الجلسلين ديت مية وخمسين جراء بقى حبيت ان انا استخدمها النهاردة تبقى مفيدة للبشرة يعني تبقى حلوة زي ما احنا شايفين كده ايه حبيبي انا كده ضربته كويس حبدا بقى ايه دلوقتي اللي انا اجيب الحلة وابشر بقى ايه الصابونة طبعا ايه حبشرها من الناحية الداياء كده في المبشرة عشان ايه تدوب معايا على طولة زي ما احدا شايفين ده الطريقة دي جميلة جدا وطريقة سهلة وبسيطة للناس اللي هما بيقولوا بعد دلاش صودة كوية فالطريقة الدهاردة جميلة جدا واعتبالي صابون صلب جميل جدا بجودة عالية من غير صودة كوية خالص هو يعني بمكون واحد بس هو اللي هيكون بديل معانا الصودة كوية النهاردة فانا دوقتي خدت كده هوت يعني انا عايزة نص كوباية يعني نص كوباية كده بالجل ده هنحط بقى ايه من جل الصبار ومعاه ثلاث معالي كده من السكر وحنضفهم على الايه على الصابونة اللي انا بشرة مقدار تستخدمي اي نوع صابونة انت حابة تستخدميها يعني فانا دوقتي بقى ايه حطه كده بقى على البوتاجاز وقلب فيه مفروض اللي اتي في الخطوة ديت يعني وطي بقى البوتاجاز عشان ايه تعرف بقى ايه لحد بتدوب معاكي على طوق للصابونة زي ما احنا شايفين لو احتاجت سنة مية هنزودها سنة ايه شوية مية صغيرين فهنتبع ايه مع بعض ايه دلوقتي ايه 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 اتحبت مية كده لحد بس الصابونة كده ما تبدأ اللي هي تفك كده وتتسيح فبس كده مش هحط ايه هوقف ايه مية يعني فزي بقى احدا شايفين اوات بقلب فيها كده اوات بتسيح باعي ايه على طول اه بتدوب معاكي على طول اه بحط زي باحدا شايفين حبة بحبة يعني بعلقة بمعلقة كده او معلقتين بمعلقتين كده يعني بفضي حبة بحبة لحد بس ما اوصل ايه للقوام ده برفع الحلة من على المتجاز باقيت معايا بنفس القوامة هوت زي ما احنا شايفين كده ايه ده بتخالص وحقلم المكونات كده ايه مع بعضها بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين كده ايه حبيدي الفيديو النهاردة حبيت اللي انا اخفي المكون اللي انا قلتوكم عليه مش هقولو عشان اشوفكم بتكونوا بركزين في الفيديوهات اللي انا بقدمها باعاكو ولا بدتوش بركزين كده فالبكون دهت حيكون بديل الصودة الكوية اه بطريقة سريعة جدا وحطها على الايه على الصابول اللي انا عملته زي ما احنا شايفين دهوت طبعا اللي اعطاه رفاق باعايا ايه هو البكون ده اللي عيكون بديل الصودة الكوية عخلي الصابول يتصبن باعايا بطريقة سريعة جدا وحنتابع مع بعض اهوت بعد ما حطيته اه هقلب فيه هقلب في الصابول كده هتلاحظوا اللي هو هيتصبن باعايا بسرعة زي ما احنا شايفين كده ايه حبيبي انا قربتلكو الكاميرا بقلب فيه كدهوت بيبدأ اللي هو يتقل باعايا زي ما احنا شايفين اهوت طبعا بيتصبن معايا بسرعة جبت القلب السيليكون وحطيته كده على صانية وقلت بقى ايه ابدأ اللي انا احط كده الصابون في اه في الاوالب يعني احط كده ايه في القلب فزي ما احنا شايفين انا عملها بحط هو حاسة اللي هو مع الزبن يعني وكده لو الصابونة انا اللي بتاها في الاخر عبا فيها فراغات تحت في قلب السيليكون وحتبقى اه شكلها بشحل فانا رجعت الفبضي التالي الصابون اللي كان في القلب في الحلة وبدأت اديته سنة مية كمان عشان يفك معايا شوية زغير عشان اقدر اللي انا اه يعني لما حطت الصابون كده في القلب تاني اه يطلع معايا رسمته حلوة بنفس الشكل اللي انتو شفتوه في اول الفيديو انما لو الصابونة اه يعني شفتو اللي بيكون رهيب فعلا خلي الصابوني يتصبر بعايا في سوالي اه زي باحدة شايفين اه هو تبقلب فيه يعني حطت له بحط له شوات مية بشوات ما صغيري اه مية ملاش عيان محدة ده هي على حسب القوان معايا اه بعد كده هنبدأ بقى ايه اللي احنا بعد ما زبطنا كده القوان بان هو كانت صبر معايا خالص فطبعا انا لو كنت اه يعني حطيته كله كده في قلب السركون فلما اجي اطلع الصابونة كان الرسمة بتاعتها وكادش اطلع معايا حلوة فعشان كده رجعته تاني في الحلة وزودته سنة مية وقلبته وببدأ بعد كده ايه باوزعه كده بقى ايه في القلب تاني اه زي ما احنا شايفين اهوت اه طبعا هو كده واتبقى ايه اه كده انا كده زبطت القوان متاعه فكده التصابونة حتى لا باجي اطلعها بالقلب بعد كده اه حتبقى يعني هتبقى جميلة جدا والرسمة بتاعتها زي باشوفنا في بداية الفيديو رسمتها جميلة جدا اه زي ما احنا شايفين ممكن تقدر اللي انت تعبلي اه حتى لو في صانية مربعة اه الصانية على مونيوم ولا حاجة فممكن تحط فيها كيس وتحط الصابون دهوط فيها وبعد كده تقطعي مكعبات يعني ما فيش مشكلة اي حاجة يعني زي ما احنا شايفين انا بوزعه هوة حبيبي الطريقة سهلة وبسيطة ولو لسه مكملين معايا في فيديو الحد دلوقتي حبيبي فضلا وليس امرا ما تنسوش كده لانتو تشجعوني وتدعموني كده باللايك عشان باللايك والشير عشان فيديو ده يوصل للايس كتير اللي هي تشوفه وتستفاد بنا وشان حبيبي اللايك بيخلي اليوتيوب يرفعلي الفيديو في الاقتراحات للايس ثانية فضلا وليس امرأنا وشاركوني بقى كده برأيكم في التعليقات انا منتظرة رأيكم كده عشان تقولولي ايه هو المكون اللي هيكون بديل الصودا الكوية معانا النهاردة ويخلي الصابون يتصبن معايا بسرعة وطبعا مكون رهيب فعلا سحر زي احنا ما شوفنا النتيجة تحته في الفيديو عملي يعني مكون فعلا رهيب جدا اللي يخلي الصابون يتصبن معاك بسرعة والناس اللي هي مش متوفر على الدهاء الصودا الكوية فعلا هو حيرياحه بكتير اللي هوب بوكر يستخدموه ويستخدموه يعني ويعملوا منه صابون بنفس الطريقة وبوكر على فكرة بنفس الطريقة كده هوت اللي انت تستخدمي بدلا بما يبقى صابون صلم اللي احنا نحطه في قلب سيكون لأ ممكن اللي احنا نزوده مياه وتعبيري فعلا بوكر تعبيري شاور جيل بوكر تعبيري هندووش شامبو ممكن برضو ليت تبدلي ممكن تحطي برضو تعبيري بريل بردو بس بدل ما تبقى صابونة جريسين تجيبي صابونة صليت ونحط طلعه برضو زيت ونحاوله برضو لبريل لا فانا بقولوكو على فكار جميلة انا نتصبته للمدة يوم كده هوت يعني 24 ساعة بعد كده بدأت اللي انا طلعته كده من القلب زي ما احنا شايفينا ودي كده الصابونة اللي هي الورقة اللي كدفاضي عندي اللي انا حطيت فيها وفضيت فيها للفضل معي وحنطلحها ايه دلوقتي وبعد ما بطلعه كده من القلب المفروض اللي انا بقى ايه بسيبه لحد ما ينشف ايه خالص هو طبعا ايه هو دلوقتي متماسك وحلو يعني بس هو يفضل اللي انت بقى ايه بتسبي كم يوم كمان كده 3 ايام كده كمان 4 ايام لحد ما ينشف خالص بس يكمل النشفية متحته وبعد كده بتبدأي بعد كده اللي انت بتستخدميه عادي يعني فهو سريع للاستخدام يعني على فكرة مش محتاج اللي انت تسبيه بقى ايه مفروض صودا كوية هو بس منجرد اللي هو ينشف ويتمسك معك فانت بتستخدميه على طول ايه بس كده هوت يعني زي ما احنا شايفين هوت يعني خالي من الصودا الكوية فا امن جدا على البشرة اه وكمان اللي هو مفيد طبعا احنا عارفين فوائد الصبار رهيبة فعلا نه وزيت الزيتون برضو اه جميل جدا نه تحفى بصراحة يعني ممكن تستخدموا اي زيت اي زيت تاني يحبين انتوا تستخدموه يعني ممكن تستخدموا اه يعني اي زيت انت تفضليه حتى لو زيت عباد الشمس عايز تستخدمي بقى زيت جوز الهند اي حاجة متوفرة عندك تقدر تستخدميه النهاردة في الوصفة بس طبعا اضافة الصبار مع الصبون فهو لازم يدخل بقى زيت علشان يدي ترتيب للبشرة يعني فلازم تدخلي معا فاحنا كده الصبونة ديت مفيدة جدا للبشرة رهيبة بصراحة صبونة الجيرسلين بالصبار وزيت الزيتون رهيبة فعلا ده ودي كده حبيبي بجرب لكم رغوة بتاعتها رغوتها جميلة جدا بتدي ترتيب ونقومة كده للبشرة رهيبة فعلا ده اتمنى انتو تكونوا استفدتم من نهاردة حبيبي بن الفكرة فكرة الصبور رهيبة بصراحة شكرا على المشاهدة سلام عليكم